تتفاعل قضية استضافة إسبانيا زعيم جبهة البوليساريو إبراهيم غالي لتوضيف مزيداً من التوتر إلى العلاقات بين مدريد والرباط فالمغرب أكد عدم اقتناعه بالمبرر الإنساني الذي احتمدته إسبانيا لتبرير موقفها وقالت وزارة الخارجية المغربية إن استقبال غالي المتهم بارتكاب جرائم حرب وانتهاك حقوق الإنسان يعد عملاً خطيراً ومخالفاً لروح الشراكة وحسن الجوار وأوضحت الرباط أنها تعتبر قرار السلطات الإسبانية بعدم إختار المغرب باستضافة زعيم البوليساريو تصرفاً اختيارياً جرى التخطيط له مسبقاً لكن الخارجية المغربية شددت على أن الرباط ستتخذ ردود الفعل الملائمة لما قامت به مدريد وأكد البيان أن التذرع بالاعتبارات الإنسانية لا يبرر ما وصفه بالطعنة التي وجهت إلى شريك وجار وأشارت الرباط إلى أنه لا يمكن تبرير الحالة الإنسانية لزعيم البوليساريو في وقت يعيش آلاف الأشخاص في ظروف غير إنسانية في مخيمات تندوف ورأى البيان أنه لا يمكن للاعتبارات الإنسانية أن تفسر تقاعص العدالة الإسبانية بعد تلقيها شكوى موثقة مشددة على أن تطبيق القانون والحفاظ على حقوق الضحايا لا يمكن أن يكون بمكيالين وختمت وزارة الخارجية المغربية بيانها بالتشديد على أن الحفاظ على الشراكة مع مدريد مسؤولية مشتركة قائمة على الحفاظ على الثقة المتبادلة والتعاون المثمر ترجمة نانسي قنقر